السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنشوف بعض المصطلحات او الانظمة المتعلقة بالقانون الضريبي. يعني هناك مجموعة من الانظمة التي يصعب في بعض الاحيان فهمها او يعني اه التفرق بينها مع العلم بانها يعني مصطلحات وانظمة بسيطة اه يجب فقط يعني اه تركيز من اجل فهم بعض هذه الانظمة والمصطلحات يعني المتعلقة بالقانون الضريبي. اذا اه نشوفوا نشوفوا بعض المصطلحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. بطبيعة الحال ضريبة على القيمة المضافة هي واحد ضريبة تطبق على رقم الاعمال. تطبق على رقم الاعمال. اه بمعنى انها تطبق على جميع العمليات المنجزة في المغرب. وكذلك عمليات الاستيراد ثم العمليات التي ينجزها اشخاص غير الدولة. اه عندما نتحدث عن العمليات المنجزة في المغرب بطبيعة الحال تطبق عليها الضريبة على القيمة المضافة. كذلك عمليات الاستيراد فهي تطبق عليها كذلك القيمة المضافة ثم العمليات التي اه يعني اه تنجزها اشخاص يعني غير الدولة. كذلك الاشخاص الذاتيين. فالضريبة على القيمة المضافة فيها جوجة الانظمة. جوجة الانظمة. هناك نظام ضريبة على القيمة المضافة في الداخل في الداخل. ثم النظام اه 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 ا الضريبة على القيمة المضافة في الداخل. كذلك في الضريبة على القيمة المضافة في الداخل غنشوف فيها العمليات المفروضة عليها الضريبة ثم غنشوف القواعد المتعلقة بوعاء الضريبة. هناك العمليات المفروضة عليها الضريبة بطبيعة الحال عندما نتحدث عن العمليات المفروضة عليها الضريبة نتحدث عن العمليات التي تخضع للضريبة وجوبا. ثم هناك العمليات التي تخضع للضريبة اختياريا مع بعض الاعفاءات. مع بعض الاعفاءات اللي غالين شوفوهه كالحق في الخصم. ثم الاعفاء مع الحق في الخصم. الى غير ذلك. ثم هناك القواعد المتعلقة بوعاء الضريبة فيها الواقع المنشئة للضريبة. ثم الاساس المفروض عليه الضريبة.出ضوة الى سعر الضريبة. اللي ما اخ kilograms لانتشوفو العمليات المفروضة في الضريبة وجوبا هي العمليات التي يقوم بها المقاولين في الصنع. ويكون محلها بيع وتسليم منتجات. اذا العمليات اللي كي يقوم بها المقاونون في الصنع. ويكون محلها بيع وتسليم منتجات. فهي تخضع وجوبا للضريبة على القيمة المضافة في الداخل ثم هناك عمليات بيع وتسليم منتجات على حالها التي يقوم بها الطجار بالجملة والطجار الذين يساوي رقم أعمالهم يعني جد المليون الدرهم أو يفوقها ثم هناك العمليات التي يقوم بها الطجار المستوردون ثم كذلك الأعمال العقارية وعمليات تزئة ثم عمليات البنك والإتمان وعمولات الصرف إذن هذه العمليات مفروضة عليها الضريبة وجوبا العمليات التي تخضع الدرب على القيمة المضافة اختياريا هناك التجار ومقدم الخدمات الذين يصدرون مباشرة منتجات أو الأشياء أو البضائع أو الخدمات فيما يخص رقم أعمالهم عند التصدير ثم هناك الأشخاص المشار إليهم في المادة 91 من القانون الضريبي ثم الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالها غير المنتجات المبينة في المادة 91 إذن هذه العمليات مفروضة عليها الضريبة وجوبا واختيارا ثم هناك الإعفاءات الإعفاءات هناك الإعفاءات دون الحق في الخصم وهناك الإعفاءات مع الحق في الخصم إذا الإعفاءات دون الحق في الخصم فيها البيوع الواقعة على السلع الغير المستهلكة في مكان البيع مثل الخبز والكوسكوس والساميد والحليب والسكر الخام والطمور الملففة المنتجة في المغرب واللحم الطريق أو المجمد إلى غير ذلك ثم هناك البيوع الواقعة على الشموع والخشب ثم البيوع والخدمات التي ينجزها صغار الصناع وصغار مقدم الخدمات الذي يساوي رقم أعمالهم السنوية 500 ألف درام أو يقل عنه هذه الإعفاءات دون الحق في الخصم هناك الإعفاءات أو الإعفاء مع الحق في الخصم يتعلق بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدو الخاضعين للضاربة لأجل التصدير حيث يطبق الإعفاء على آخر بيع أنجزة وآخر خدمة قدمت في المغرب ونتج عنها تصدير بصورة مباشرة وفورية ثم الإعفاء كذلك مع الحق في الخصم يضم البضائع أو الأشياء الجارية عليها الأنظمة الجمركية الواقفة ونرى ما المقصود بالنظام الواقف ثم الأسميدة والمعدات المخصص الأغراض الفلاحية كالجرارات مثلا ثم الحافلات والشاحنات والسلعة الجهيزية المتصلة بها الواجب تقييدها في حساب الأصول ثابتة ما نقصده بالنظام الواقف النظام الواقف كان عنوبيه وقف استفاء الضريبة في الداخل على تحقق شرط تصدير وقف استفاء الضريبة في الداخل على تحقق شرط تصدير يعني ما نستوفوش الضريبة إلا إلا تم تصدير السلع آنذا كتم استفاء الضريبة فإذا تم عرض السلع المستوردة في الداخل كذلك للاستهلاك تفرض علي الضريبة على القيمة المضافة والواجبات الجمركية مع الاستفادة من الحق في الخصم والإرجاء إذا بمجرد دخول السلع آنذاك لا يطبق الخصم للضريبة على القيمة المضافة ولكن عندما تعرض للاستهلاك آنذاك تفرض علي الضريبة على القيمة المضافة والواجبات الجمركية يعني تؤداء هذه الواجبات الجمركية مع الاستفادة من الحق في الخصم والإرجاء يعني عندك الحق في الخصم وعندك كذلك الإرجاء يعني الإرجاء بطبيعة حال في حالة عدم إمكان يعني استنزال الضريبة آنذاك لا يمكنه إرجاع ولو جزئي في الضريبة المدفوعة من عملية معينة ما عدا في الحالات التي سنشوفها إذن هذه هي ما يتعلق بالعمليات المفروضة عليها الضريبة بالنسبة للقواعد المتعلقة بويعة الضريبة فيها الواقع المشئة الضريبة تكون من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات وبطبيعة الحال كنا نضروا هنا على نظام المديونية ونظام قبض الثمن ونظام المقاسة أو المقايضة نظام المديونية ونقصده بأن الخاضعين للضريبة الخاضعين للضريبة يؤدوا الخاضعين للضريبة الذين يقدمون إقرار بذلك قبل فاتح يناير أو خلال ثلاثين يوم تالية لتاريخ الشروع في مزاورة النشاط يؤدون لهم بأداء الضريبة باعتبار تاريخ مديونية الغير بثمن البضائع أو العمل نظام قبض الثمن يجب إرفاق الإقرار بقائمة الزبناء المدينين إن وجدوا ويؤدوا الضريبة خلال ثلاثين يوم التالية لتاريخ إرسال الإقرار الذي تم ذكره ثم نظام المقاسة أو المقايضة بطبيعة الحال الواقع المنشئة للضريبة تتحدد بوقت تسليم البضائع أو انتهاء الأعمال أو تنفيذ الخدمة اتهى وهو الأول يقصدن بنهايًا عداء المقاسة أو المقايضة قلنا إن الواقع المنشئة للضريبة ثم الأساس المفروض عليه الضريبة الأساس المفروض عليه الضريبة يشمل رقم الأعمال المفروض عليه الضريبة ماذا يشمل؟ يشمل أتمال البضائع أو الأعمال أو الخدمات أو المداخيل التابعية المرتبطة بها وكذلك المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة عند ذلك لا يعدى ضريبة على القيمة المضافة فهذا أساس المفروضة هي الطريمة مثال هذه الرقم كان الأعمال يحمل أتمام المضايب والأعمال خدمات أو المدة خارجي اللذ رقم الأعمال للمفروضة عطيها امرض مبلغ البيوع فيما يخص البيع والمصاريف التي يتحملها البائع ثم مبلغ بيع البضائع والمنتجات أو المصنوعات المستوردة فيما يخص البيوع التي ينجزها الأشخاص المستوردون كذلك مبلغ الصفقات أو البيانات الحسابية أو الفاتورات المتعلقة بالأعمال المنجزة فيما يخص الأعمال العقارية كان ثمنت كلفة أشغال تجهيز والتهيئة مبلغ كذلك الفوائد والخصوم والأرباح من نتيجة عن الصرف وغيرها من الفوائد فيما يخص العمليات التي ينجزها أصحاب البنوك والصيارفة ومزاوله الخصم إذن هدوة أعطيتكم أمثلة التي تكون منهم رقم الأعمال ما هو سعر الضريبة؟ السعر الضريبة كان فيه السعر العادي في واحدة نسبة كان السعر أو الأسعار المنخفضة ثم هناك نسبة 10% مع الحق في الخصم ثم نسبة 14% مع الحق في الخصم هذا ما الأسعار الضريبة النظام الواقف شرحناه كان الخصم ما نقصده بالخصم؟ الخصم هو أن الخصم ضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها أو التي تتحملها عناصر عملية خاضعة للضريبة من ضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه العملية والخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تتحملها عناصر عملية خاضعة للضريبة من ضريبة على القيمة المضافة المطبقة على هذه العملية والخاضعون للضريبة يستنزلون هذا هو نظام الاستنزال يستنزلون مبلغ ضريبة على القيمة المضافة بصورة إجمالية التي نضروها بصورة إجمالية أي شهر بشهر أو سنة بسنة ما كيتمش الاستنزال على كل عملية على حدة الاستنزال كيكون بصورة إجمالية مثلا هدروا شهر بشهر أو سنة بسنة ويجب على هؤلاء يعني الخاضع والضريبة القيام بتسوية في حالة مثلا ضيعة الفضاعة أو إذا كانت العملية غير خاضعة أصلا ففي حالة ما إذا كان مبلغ ضريبة فيما يتعلق بفترة لا تكفي الاستنزال جميع الضريبة الممكن خصموها يعني كان استنزلوا باقي الضريبة إلى شهر أو ربع السنة الموالي هذا هو اللي كان قصده هنا بالاستنزال يعني إذا كان مبلغ الضريبة فيما يتعلق بفترة معينة لا تكفي الاستنزال جميع الضريبة المفروضة جميع الضريبة المفروضة يعني كنشوفوا كيتم ترحيل يعني الرحل باقي الضريبة إلى شهر أو ربع السنة الموالي وهكذا يعني هذا الثاني من اللي كان وصلوا لهذا الشهر أو ربع السنة الموالي وما تكفيش المبلغ كيتم كذلك استنزال يعني ترحيل ترحيل باقي الضريبة إلى الشهر أو ربع السنة الموالي وكينشأ الحق في الخصم عند نصيرام الشهر الذي يلي شهر وضع المخالصات الجمهورية والوفاء الجزئي أو الكلي بالفاتورات أو البيانات الحسابية المحررة في اسم المستفيد يعني هذا هو نظام الخصم وكين كذلك نظام الخصم التكميلي هذا نظام الخصم التكميلي إذا تبين خلال فترة خمس سنوات الموالية لتملك أموال أن معامل الخصم المحسوب بالنسبة لأحدى السنوات الخمسة المذكورة يفوق بأكثر من 5% المعامل الأولي كيف يدعون في هذه الحالة؟ جاهز لهذه المنشآت أنها تقوم بواحد الخصم التكميلي الذي يساوي الفرق بين الخصم المحسوب باعتبار المعامل المحدد في نهاية السنة المقصودة وبين مبلغ الخصم المنجز وفق الشروط التي تنظمها المادة 104 البند واحد من المادة 104 إذن إلا تبين لنا أن المعامل المحدد في نهاية سنة من السنوات يعني يقبل بكتر من 5% أو يقل بأكثر من 5% المعامل الأولي وجباء المنشآت يعني القيام بإرع ضريبة يعني داخل واحد الأجل معين اللي هو قبل فاتح أبريل فهذا هو الخصم التكميلي يعني المعامل المحدد في نهاية السنة من السنوات لكن يقل بأكثر من 5% المعامل الأولي وجباء ذلك على المنشآت يعني القيام بإرجاع الضريبة داخل واحد الأجل اللي هو قبل فاتح أبريل ما نقصده كذلك بنظام الإرجاع؟ النظام الإرجاع هو أنه في حالة عدم إمكان يعني استنزال الضريبة لا يمكن إرجاع ولو جزء الضريبة المدفوعة من عملية معينة ما عادة يعني في واحد الحالات اللي غدين نذكروا ذلك كأن العمليات المنجازة بحكم الاستفادة من نظام الواقف والإعفاء المنصوص عليها ما في القانون المدفوعة 1994 إذا كان يعني مبلغ الضريبة لا يسمح باستنزال الضريبة بكاملها ما يكون في هذه الحالة؟ الزائد يتم إرجاعه فقط الإجراءات والشروط المحددة بواحد النص نظيمة معينة يعني قلنا في حالة عدم إمكانية استنزال الضريبة أن ذلك لا يمكن إرجاع ولو جزء الضريبة المدفوعة من عملية معينة مع هدف هذه الحالات اللي غن نذكره الحالة الأولى فيما يخص العمليات المنجازة بحكم الاستفادة من نظام الواقف اللي ذكرناه هو توقف يعني استفاء الضريبة في الداخل على تحقق شرط صدير وكذلك عرض السلع في الداخل للاستهلاك إذا فيما يخص العمليات المنجازة بحكم الاستفادة من نظام الواقف أو الإعفاء المنصص عليه في المادة 299 إذا كان مبلغ الضريبة لا يسمح باستنزال الضريبة بكاملها يتم إرجاع الزائد وفق الإجراءات والشرط محددة قناة بنص نظيمة ثانيا الحالة الثانية في حالة توقف عن النشاط الخاضي على الضريبة يرجع المبلغ الذي لم يمكن استنزاله بمقتضاء الأحكام المنصص عليه في المادة 1-1-3 ثم الحالة الثالثة تتمتع من منشآت الخاضي على الضريبة التي دفعت مبلغها حين الاستيراد أو التملوك المحلي للسلع لكي تتمتع بالحق في استرجاعها وفق الإجراءات المحددة كذلك من استنظامها ثم الحالة الرابعة منشآت الإجار تمويلي تستفد من حق الإرجاع بالنسبة للضريبة القابلة للخصم التي لا يمكن استنزالها وذلك وفق الإجراءات معينة إذن الخلاصة لهذا الشيء هو أن المبالغ التي تم ذكرها كيتم تصفية ديالها يعني داخل أجل ما يتجاوز 6 شهر من تاريخ إضاء الطالب وبطبع الحال يجب أن يودع طلب الإرجاع لدى المصلحة المحلية للضرائب تابع لها المستفيد في نهاية كل ربع يعني السنة المدنية فيما يخص العمليات المنجزة خلالها ربع السنة أو أربع السنة المنصارمة إذن تقريبا هذا ما يتعلق بالضريبة القيمة المضافة بطبيعة الحال كان مجموعة من الأنظمة كذلك ما يسمى بنظام الهامش نظام الهامش هو التمال البيع كان نقص منه 8 شهراء وبطبيعة الحال كان يتم بشرط أن يتم اقتناء السلع المستعملة من طرف الخواص أو الأشخاص الخاضعة للضريبة يزاوي النشاط المعفى دون الحق في الخزم كان كذلك الإرجاع كان حالة الإرجاع في حالة عدم المحافظة على الأموال يجب على المستفيد من الخصم أن يرجع إلى الخزينة يساوي الخصم المنجز في المرة الأولى فيما يتعلق بالأموال القابلة للخصم المقيدة في حساب للأصول التابتة طوال خمس سنوات كان نقص منه خمس عن كل سنة أو جزء سنة منصرمة منذ تاريخ تملك الأموال المذكورة هذا هو الإرجاع في حالة عدم المحافظة على الأموال يعني المستفيد يرجع إلى الخزينة يساوي الخصم المنجز في المرة الأولى فيما يتعلق بالأموال القابلة للخصم المقيدة في حساب الأصول تابتة طوال خمس سنوات منقص منه يعني منتروح منه الخمس عن كل سنة أو جزء سنة منصرمة منذ تاريخ تملك الأموال المذكورة وكان نظام الضريبة على القيمة المضافحة هنا الإستيراد نظام الضريبة على القيمة المضافحة هنا الإستيراد هذا هو واحد الاختصاص من اختصاصات إدارة الجامريك والضرائب الغير المباشرة بطبيعة الحال فيه كان نظر فيه على الواقعة المنشئة كان نظر فيه على تخصيص حال الصلة الضريبة كان نظر فيه كذلك على الإعفاء يعني الواقعة المنشئة لهذه الضريبة كانت تكون من أداء الرسوم الجمركية على البضائع التي هي 20% من قيمة البضائع ونخفض السعر المذكور إلى 7% فيما يخص المنتجات الواردة في المادة يعني 9.91% مثل الضراء والشعير والتبنو إلى غير ذلك كان كذلك 10% فيما يخص المنتجات الواردة في المادة 9.90% الزيوت السائلة والغدائية وكذلك إلى غير ذلك ثم كان 14% فيما يخص المنتجات يعني هذا الواقع المنشئة للضريبة والنسب برمضة كورين في القانون وكان يظن أن هناك بعض تعديلات بعض تعديلات هذه النساب ما يتعلق بالإعفاءات إعفاءات كذلك هي منصصها في القانون كان هناك مجموعة من البضائع المعفاة من نظام ضريبة على القيمة المضافحة للإستيراد كان كذلك ما يتعلق بتخصيص حصيلة ضريبة يعني تدرج حصيلة ضريبة بطبيعة الحال في موارد الميزانية العامة للدولة من اللي كان نذهب على نظام ضريبة على القيمة المضافحة للإستيراد فهذه الضريبة التي يتم استفاؤها من طرف إدارة الجمارك فهي يتم تخصيصها في موارد الميزانية العامة للدولة بالنسبة 30% على الأقل تحدث في إطار قوانين المالية في ميزانية الجامعات المحلية بعد أن تخصم من حصيلة الضريبة المستوفات في الداخل يعني المبالغ المسترجعة والمرضودة بطبيعة الحال كان نقصم هذه المبالغ المسترجعة والمرضودة وهذا كان نظام ذلك الخصم اللي هضرنا عليه كذلك أن الخاضع للضريبة في هذه الحالة يجب أن يضع لدى المصلحة العامة للضرائب قبل فاتح يناير من سنة خضوع الضريبة واحد الجرد من المنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة ضمن مخزوناته في 31 ديسمبر من السنة السابقة تقريبا هذا ما يتعلق بالضريبة القيمة المضافة حاولت أن أعطيكم مرخص كانت نظام من نظام القيمة المضافة في الداخل وكانت نظام من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد كذلك ما يتعلق بالضريبة في الداخل فلنفروضة وجوبان ثم العملية المفروضة عليها الضريبة اختياريا ثم الإعفاءات دون الحق في الخاصم والإعفاءات مع الحق في الخصم شفنا كذلك قواعد المتعلقة بوعاء الضريبة شفنا فيها الواقع المنشئة للضريبة ثم الأساس المفروضة عليه الضريبة شفنا كذلك ما يتعلق بالنظام شنو كنقصده بالنظام الواقف شفنا كذلك شنو وسع الضريبة شفنا ما المقصود بالخصم شفنا الخصم التكملي شفنا كذلك نظام الارجاع نظام الارجاع هو اصلا القيام بتسوي على اتر تغير في المعامل شفنا كذلك ما يتعلق بالارجاع في حالة عدم محافظة على الاموال شفنا المقصود بنظام الهاميش شفنا كذلك نظام ضرب على القيمة المضافة حين الاستيراد اذا هذا الشيء اللي تحدثنا عليه تقريبا هو اللي كي يخص نظام الضريبة على القيمة المضافة اتمنى ان اكون على الاقل على الاقل وصلت لكم بعض الافكار وبعض المصطلحات شرح بعض المصطلحات والانظمة لان كتهم يعني طلبة دي الاجازة بالدرجة الاولى وكذلك يعني يعني الاشخاص يعني المقبلين على امتحانات يعني في هذا المده دي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة